تدفع ظروف الحياة الكثير من الأسر العربية المقيمة في أوروبا وفي ألمانيا على وجه الخصوص لإنجاب الأبناء رغم أن ذلك يشكل تحديا حقيقيا عند تنشئتهم خاصة مع تمسك كل الطرف من الزوجين بإصال عاداته وتقاليده وثقافات بلده إلى الأبناء الزواج المختلط وتحديات الدين اللغة الثقافة هو موضوع حلقتنا من قضاياها الدولية في هذه الحلقة ونناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من ألمانيا الدكتور عبد الرحمن عمار وهو الخبير بشؤولنا الأوروبية والألمانية بمستسدد فلا الألمانية دكتور عبد الرحمن عمار أهلا بك في سطل وسبوع مرحبا الكثير من المهاجرين الشباب على وجه الخصوص دكتور عبد الرحمن عمار يذهبون للزواج من جنسيات من ثقافات أخرى سؤال هنا عن الأهالي عن العائلات إلى أي مدى تقبل أو ترفض هذا الشيء هناك مواقف وأراء متباينة لكن يمكن القول بأن وسط الجيل الأول فإن الشائعة والأكثر انتشارا هو زواج من نفس الثقافة ومن نفس الدين ومن نفس البلد وأحيانا من نفس القرية ونشاهد في مختلف دول الاتحاد الأوروبي أحيانا هناك أحياء ومدن فيها أناس يسكنونها من نفس الثقافة ومن نفس البلد ومن نفسه المحيط وبالتالي فعندما يفكرون في الزواج يتزوجون من البلدان الأصلية أو فيما بينهم طبعا له مبرراته وأسبابه عدم المعرفة الكاملة بالآخر الذي يعتبر في عينهم غريبا وأن الزواج بالآخر ربما يدفع إلى الإنسهار ونسيان الثقافة ومن بعد جيل خصوصا الجيل الذي ولد وترعرع هنا في أوروبا صار أكثر انفتاحا للزواج من ثقافات مختلفة ليس فقط من الثقافات الأوروبية المسيحية أو حتى اليهودية ولكن أيضا من ثقافات وبلدان عربية أخرى نجد مثلا مغربيا متزوج بيمنيا ويمني متزوج بسوريا ومصري متزوج أيضا بألمانيا من أصول جزائرية نجد هذا الخليط وصار أيضا واقعا حاضرا تمليه أيضا التغيرات الموجودة هنا في أوروبا لو نتحدث عن التحديات التي يطرحها الزواج المختلط من ثقافات مختلفة ما هي أبرز هذه التحديات؟ نعم إذا تحدثنا هناك نماديش طبعا ناجحة جدا ونجحت في التغلب على التحديات وصارت هذه الزيجات الناجحة يضرب بها المثل لكن هناك أخرى فشلت فشلا ذريعا لأسباب كثيرة أولا جهل الآخر بثقافة شريكه لأن تسقط في حب شخص شيء جيد جدا لكن وحده لا يكفي مثلا هل تستعد يمنية أن تتقبل وتفهم الثقافة المغربية في حال تزوجت بمغربي والعكس صحيح هل المغربي لديه هذه القدرة والرغبة في الاندماج مع الثقافة اليمنية وإدماجها في أسرته عندما يتزوج من يمنية ونفس الشيء ينطبق على حالات الزواج من أديان مختلفة أحيانا تظهر المشاكل عندما يكون هناك أولاد فيكون هناك شعور بأن الآخر يرفض بعض الأمور سواء ذات البعد الثقافي أو ذات البعد الديني وهنا تظهر المشاكل قد تؤدي إلى الطلاق وقد يؤدي الأطفال الثمن ذلك وهناك حالات مأساوية لعائلات تشتتت وهناك أب يهرب بالأبناء أو أم تهرب بالأبناء لأن الاثنين فشل فعلا في تدبير هذا التنوع وهذا الاختلاف بدل أن يكون ميزة صار نقمة هددت كيانا الأسر ماذا عن اللغة والدين نعرف؟ طبعا اللغة قد يتجاوزها الأطفال وحتى الكبار بأنهم يتعلموا اللغة واحدة لكن يكون تحدي للغة الأب على وجه التحديد إذا كان عربيا أو مهاجرا فماذا عن هذه النقطة على وجه التحديد؟ كيف يتم حلها اللغة والدين؟ نعم اللغة يمكن أن تكون عائقا وهنا ليس فقط بين العرب والألمان يعني هذه الزجات التي تتم بين هذين الطرفين ولكن ممكن أن تكون أيضا وسط المهاجرين أنفسهم مثلا إذا تزوج كردي بعربية والعكس صحيح هل الأطفال أيضا سيحتاجون لكل اللغتين؟ وهل الطرف الآخر سيتقبل اللغة الأخرى ويتعلمها إذا تحدثنا في الحالة المغربية هناك الثقافة العربية وهناك الثقافة الأمازيغية وإذا تحدثنا عن زيجات بين عرب وأتراك يعني اللغة يمكن أن تكون ميزة ولكن يمكن أن تكون عائقا كذلك من بين الأمور التي تخلق الكثير من المشاكل هو الضغط على الأبناء لتعلم لغتين في نفس الوقت مثلا اللغة العربية واللغة الألمانية إضافة إلى لغات أخرى ليس كل طفل قادر على أن ينجح في هذا المصار ويمكن أن يخلق ذلك مشاكل كثيرة ومن بين أيضا التحديات التي تظهر على المستوى اللغة عندما نتحدث عن الدين مثلا الكثير من المسلمين يعطون أهمية لتعلم القرآن وتعلم اللغة العربية وبعض غير العرب الذين يعتنقون الإسلام خصوصا الألمانيات المسيحيات اللواتي يتزوجن بالعرب المسلمين ليس كلهن ينجحن أيضا في تعلم اللغة العربية وتعلم الأرقاء القرآن كما يريد أزواج الأزواج وهنا يمكن أيضا أن تظهر مشاكل سرية ضغط نفسي على الشريك وعلى الأولاد يمكن كلها إذا لم ينجح الطرفان في إيجاد حلول لها أن تكون مصدر إشكال كبير وهنا الخبراء في الطربية والأسر ينصحون قبل الزواج أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار وبدل الانتظار حتى يكون هناك أولاد ويتحدث المرأة عن اعتناق أهد الدين أو ذاك أو التركيز على لغة معينة دون أخرى أو الاستقرار حتى في هذا البلد أو ذاك بعد التقاعد كلها أمور ينساها المرء عندما يسقط في الحب أو في الخطوبة أو أثناء الزواج ويفكر فيها في وقت قد يكون متأخرا هنا دكتور عبد الرحمن من الكثيرون يطرحون بأنه من الضروري ومن الأهمية تشبع الأزواج بثقافة التسامح وقبول الآخر والاستعداد لتقديم التنازلات إذا ما أراد لهذه الزيجات أن تستمر ما تعليقك على ذلك؟ تحضرون الكثير من الأمثلة التي أعرفها شخصيا أعرف عراقيا متزوج بيمنية أعرف مصريا متزوج بمغربية وأعرف مغربيا متزوج بأندونيسية وإذا سألناهم كلهم فالذي دفعهم لهذا الزواج هو الحب كقيمة إنسانية بعدها تأتي الإختلافات التقافية في الدرجة الثانية وإذا نجحوا كلهم في أن يكون الحب مقرونا ومقترنا بتقبل تقافة الآخر وتفاهمها وتعلمها وبذل مجهود فيكون الإثنان وأولادهم نموذجا يقتدى به للحوار الثقافي للحوار الجغرافي كذلك ودليل على أن الكراهية والعنصرية لا باسم الدين والانتماء الجغرافي أو الطائفي لا يمكن أن تنجح إذا كان هناك حب وعلاقات إنسانية متينة تجمع الأشخاص وهي أشياء نحن أكثر حاجة إليها خصوصا الآن في زمن الذي تنتشر فيه الخطاب اليميني المتطرف والإسلاموي المتشدد والتعصب المذهبي والجغرافي كلها قيم نحن أكثر حاجة لها دكتور عبد الرحمن عمار الخبير بشؤون الأوروبية والألمانية بيدوتش فيلا الألمانية شكرا جزيلا لك عفوا مجاهدين الكرام وصلنا بكم إلى نهاية هذه الفقرة من قضايا دولية نلتقيكم في حلقة قادمة وبموضوع مختلف بإذن الله ترجمة نانسي قنقر